أنتم على قناة الأولى مباشرة أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة وتتابعون في أبرز العنوين على بعد أيام من بداية الموسم الدراسي اليوم تنطلق رسميا حملة تلقيح الأطفال ما بين 12 و 17 سنة عملية تهدف إلى ضمان ظروف صحية آمنة في الوسط المدرسي وزارة الصحة تعلن عن إجراءات جديدة لضمان موثوقية اختبارات الكشف عن كوفيد-19 على مستوى المختبرات ولمواجهة مشاكل نتائج المتضاربة لاختبارات كورونا المنتخب الوطني يستعد لمواجهة المنتخبين السوداني والغيني ضمن تصفيات مونديال 2021 بقطر أهلا بكم من جديد انطلقت اليوم بمختلف جهات المملكة عملية التلقيح المتعلقة بالفئة العمرية ما بين 12 و 17 سنة الواسعة التي ستشمل متمدرسية التعليم العمومي والخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية تهدف إلى ضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي الجديد وتحقيق أثر إيجابي على جودة التحصيل الدراسي واكتساب التعليمات الأساسية هذه العملية تطوعية واختيارية ومشروطة بموافقة أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين كما عرفت المراكز المخصصة لهذه العملية إقبالا مكثفا من طرف التلميذ والتلميذات لتسريع تحقيق المناعة الجماعية وعن هذه العملية وعن هذه العملية نتابع مزيد من التوضيحات من تصريح لوزير الصحة هذه العملية تتلقي حليك تتهدف تقريبا ما يزيد على جوجة المليون وتسعميات ديال تلميذ وتلميذة فالحمد لله وزارات التربية الوطنية قامت بالتنظيم ديال هذه العملية بواحد ظروف جد مهمة جد سالسة باش تخلي على الأقل الوقت الزمني ديال ديال استفادة مطلقة يحيكون مقلص باش نحفظ على الشروط ديال السلامة الصحية أو الشروط احترازية هاد العملية هذي غادي تستفدو منها هاد التلاميذ باش على الأقل نحقو واحد المناعة جماعية على المستوى الوطني المغرب اليوم ما كيحقق أرقام جد مهمة على المستوى الدولي يعني رات قريبا 18 مليون ونصر المستفيد من جرعة الأولى وكي نحتل المرتبة الأولى على المستوى القاري مع هاد العملية هذي كذلك غادي نزيد ونتقدموه أكتر وكذلك غاستفدو من الدخول المدرسي إن شاء الله بإذن الله في ظروف آمنة إن شاء الله وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط السيد عبدالقادر حديني المدير الإقليمي لمدرية التربية الوطنية بالرباط مرحبا بك سيدي إذن نتلقيح الأطفال عملية في غاية الأهمية لتحصينهم ضد وباء كورونا ما هو دورها لتحقيق المناعة الجماعية بالوسطة المدرسي أولا شكرا على الاستضافة إذن كما تمت الإشارة سابقا تم اليوم إعطاء الانطلاقة من طرف السيدين الوزيرين وزير التربية الوطنية ووزير الصحة للحملة الوطنية لتلقيح المتمدرسات والمتمدرسين البالغين من العمر بين 12 السنة و17 السنة وفي إطار هذه العملية دير التنسيق وتنظيم المحكم تتم العملية وتعرفه إقبالا منقطع نادر أكيد أن الهدف المتوخى من هذه الحملة ومن هذه الاستحقاق الوطني الهام وأولا مكافحة وباء كورونا كوفيد 2019 في اتجاه تحقيق مناعة جماعية التي ستمكن من حماية متعلمات والمتعلمين من حماية أسارهم وأيضا من حماية الأطر الإدارية والتربوية ومختلف المتدخلين والفاعلين إذن أيضا سيكون لها أطر إيجابي على مستوى الفعل والممارسة التربويين بحيث على أنه نحن نسعى بالأساس إلى أن يكون الدخول المدرسي دخولا آمينان وأن يستفيد مجمل التلاميذ يعني من تعليم حضوري كما أشرتم له الأطر الإيجابي على مستوى تحصيل الدراسي واكتساب التعلمات طيب تلقيح الأطفال ما بين 12 و 17 سنة عملية اختيارية أولا لأن ويعني موافقة ولي الأمر ضرورية ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للأباء في هذه الدرفية الاستثنائية بالفعل على أن أولا هذه العملية هي عملية اختيارية وتتم بحضور الأب أو الولي وتوقيع لترخيص يعني لكي يسمح به الأب بإجراء يعني هذه العملية ديال تلقيح كما أيضا هناك عملية اختيارية تانية هو بين نوعين من تلقيح كين تلقيح ديال فايزر وكين تلقيح ديال سينوفارم بغيت نشير هنا على مستوى الجهة عندنا حوالي 53 مركز اللي غا تستفيد منه 387 ألف ديال تلميذات والتلاميذ وعلى المستوى المديرية ديال الرباط عندنا ثمانية ديال المراكز واللي غا تستفيد منه أكثر من 39 ألف تلميذ وتلميذة والرسالة اللي بريد تنوجه يعني الجامع هو منخيرات يعني في هذه العملية الهمة اللي غي يكون عندها واحد الآطر إيجابي لا على مستوى الصحة والسلامة يعني ديال المجتمع ككل ولا أيضا على مستوى الصحة والسلامة في هذا المجتمع المدرسي طيب سيحدني لدي سؤال آخير يعني كيف ستتم تدبير أو سيتم تدبير هذه العملية ونحن على بعد أيام من بداية الموسم الدراسي؟ حاليا يعني هذه العمليات يتم تدبيرها بتنسيق محكم وتنظيم محكم ما بين وزارة الداخلية السلطات يعني الترابية وبين وزارة الصحة وتتم على مستوى المؤسسات التعليمية التي حولت إلى مراكز وهناك واحد يعني واحد صندم محكم في واحد العدد معين ديال تلميذات والتلاميذ اللي كيمروا في كل يوم وإحنا كنت توقعون أن العملية لمستوى المديرية الإقليمية ديال الرباط ستنتهي يعني بعد أسبوعين على الأكثر وهنا غادي نكون أمننا دخول مدرسي ونكون أمننا أيضا واحد الفعل الطربوي آمين السيد عبدالقادر حديني المدير الإقليمي لمديرية التربية الوطنية بالرباط شكرا لك على كل هذه التوضيحات واللحظة ننتقل إلى إقليم شيشاوة لمتابعة عملية تلقح التلميذات والتلاميذ المتروحة أعمارهم بين 12 و17 سنة عملية رهانها استئناف الدراسة في ظروف صحية آمنة من مؤسسة بن العربي بمدينة شيشاوة روبرتاج أمين علام والمعتصم بالله البعزاوي إلى مركز التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 هنا بهذه المؤسسة التعليمية بمدينة شيشاوة تصل شيماء مسحوبة بوالدها بعد اقتناع الأسرة بضرورة أخذ شيماء وأخيها الأصغر الجرعة الأولى من التلقيح حماية لهم من هذا الفيروس اللقاح بنسبة لشيماء وأسرتها والعديد من الأباء الوسيلة الوحيدة للتصدي للجائحة والاستئناف الدراسة في ظروف عادية تسجيل البيانات وتوثيق موافقة الأباء خطوة أولى لاستفادة التلاميذ والتلميذات من اللقاح الذين يناهز عددهم 30 ألف بإقليم شيشاوة تليه جملة من الإجراءات تشرف عليها الأطقم الصحية لتأكد من سلامة الأطفال من أي مرض أو مانع للاستفادة من الجرعة الأولى من اللقاح التلميذ والتلميذة تتقوم طبيبا بالفحص ديالو وتوجيه مجموعة الأسئلة باش نعرفو واش تلميذ يقدر يطلقح ولا لا من بعد هاد العملية طبيعة الحال تيدوز التلميذ تيتلقح تيتلقى تلقيح ديالو من بعد تلقيح تنرقبوه في قاعة مراقبة 30 ألف تلميذ وتلميذ اللي غادي يستفدوا إن شاء الله موزعين على خمسة ديال المراكز عبر الدوائر الخاصة بإقليم شيشاوة الحمد لله كانت استعدادات منذ بداية شهر غشت بتنسيق مع السلطات المحلية ومع السلطات الصحية والحمد لله كما تشوفوا اليوم كان واحد الإقبال واحد الحماس ديالتلميذات والأمهات والأباء من أجل تلقيح الأبناء ديالهم والبنات ديالهم تلقيح الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 12 سنة و17 ضرورة أملتها التطورات التي تسنجلها جائحة كوفيد-19 عبر العالم إمكانية بشرية ولوجيستيكية هامة تم تسخيرها لإنجاح هذه العملية والدعوة مفتوحة لمواصلة الانتزام بالتدابير الوقائية إلى حين زوال الجائحة وينضم إلينا من شيشاوة السيد محمد الموسي منذوب وزارة الصحة بالإقليم مرحبا بك سيدي إذن كما تبعتم سيل موسي عملية تلقيح تلاميذ والتلميذات لمتراوحة أعمارهم ما بين 12 و17 سنة انطلقت بإقليم شيشاوة على غيرار بقي أقاليم عملات المملكة ما أهمية هذه الحملة بالنسبة للدخول المدرسي لهذه السنة وكيف تم التحضير لها على مستوى الإقليم شكرا على الاستضافة الأهمية لا تخطأ ديال التلقيح لا بالنسبة للتحقيق المناعة الفرضية ديال لذلك التلميذ أو ذلك الطالب الملقح ولا بالنسبة لتوفير المناعة الجماعية لكتهم جاء المغربة لتتبقية سبيل الأصح والأمتن لمقاومة هذا الوباء لحل بنا وبالنسبة الموسم التراسي فهذه هي الوسيلة لتسمح باش نرجع نرجع إن شاء الله للتراسة الحضورية ويعني ما لها من أهمية في التكوين وفي التحصيل عند التلاميذ ديالنا أما بما يتعلق بالتحضير فالأمالية انطلقت منذ بداية شهر وشت في البداية كانوا واحدة المجموعة اللقاءات مع السلطة التربوية مع السلطة الإقليمية مع التنسيق مع ما قال المتدخلين وبعد ذلك تم توفير المعيدات والجهيزات اللازمة للعملية تم تحديد المؤسسات وداخل كل المؤسسات تم تحديد المصارات التي تزمنها ذلك التلميذ أثناء تلقي اهتياله وتم تعيين واحدة اللجنة للمواكبة والتتبع والتقييم ديال العملية والإشرف عليها ككل طيب سيل موسي معلوم أن إقليم شيشاوا يغلب عليه الطابع القراوي ما هي الاستراتيجية التي تم اعتمادها لتقريب مركز تلقيح من هذه الفئة وما هي المجهودات المبدولة لتوعية المواطنين بأهمية تلقيح أبنائهم للمساهمة في تحقيق المناع الجماعية بالنسبة للإستراتيجية فهي كيف حديدتها وزارة الصحة فحنا حاليا نشتغل في إطار واحدة الخمسة ديال المراكز ديال التلقيح على مستوى التنويات ديال ديال التكوين ديال التربية التكوين ديال المديرات الإقليمية وهذه المؤسسات هي تغطي تراب ديال الإقليم ككل ولكن في مرحلة تانية نحن عادي نقوم بفرق متنقلة لتلقيح اللي عادي تمكن من تلقيح الناس اللي لم يستطيعوا أو كان من الصعب عليهم أنهم يجوا لهذه المراكز اللي حددناها طبعا بتنسيق كي قلت مع المديرية الإقليمية ديال التربية التكوين واللي هي العدد ديالها في الإقليم خمسة ديال المراكز اللي تغطيات جميع يعني الترب ديال الإقليم ككل أما في ما يخص بالتوعية ففي البداية احنا قدرنا واحد المجموعة ديال اللقاءات مع الناس ديال التكوين خاصة مع المديرين ديال المؤسسات والمسؤولين داخل المؤسسات والأطور الصحية باش يكون بعدها أولا واحد توعية بالمعلومة الصحيحة المؤكدة في هذه العملية تانيا هناك التواصل اللي تم مع جمعيات الأباء والأولياء ديال التلاميذ باش الأباء يعرفوا الأهمية ديال تلقيح بنسبة لليد ديالهم وكين هناك هناك واحدين فتاح على جميع فعاليات المجتمع المدني يعني لأنها دي تلقيح ككل مشاير فقط تلقيح ديال المندرسين تلقيح ككل تتبقى واجب وطني لمسؤولية الجامع وفي الأخير يعني احنا كين وسائل ديال التواصل الاجتماعي كين بحلقات اللقاء اللي ديرين معكم للتووسي يعني كنصلوا بهذه المعلومة الصحيحة وهذه المساج الجميع الأباء والجميع الأولياء ديال التلاميذ باش يعرفوا الأهمية ديالها تلقيح بنسبة لليداتهم السيد محمد الموس مندوب وزارة الصحة بإقليم شيشا وشكرا لك على تفاعلك معنا ونتمنى أن تتم عملية التلقيح على أحسن وجه ونواصل حديثا عن مستجدة كورونا برسد الحالة الوبائية وزارة الصحة أعلنت إلى حدود يوم أمس عن تسجيل 3841 إصابة بفيروس كورونا و6815 حالة شفاء و76 حالة وفاة أما فيما يخص الحملة الوطنية للتلقيح فقد بلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى 18 مليون و226 ألفا و896 شخصا فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 14 مليون و364 ألف و557 شخصا لمواجهة مشاكل النتائج المتضاربة لاختبارات كوفيد-19 أعلنت وزارة الصحة أنها اتخذت إجراءات جديدة لضمان موثوقية اختبارات الكشف على مستوى المختبرات وذلك في أفق ثلاثة أيام المقبلة وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الإجراءات تتمثل في التحقق الصارم من الكواشف المستخدمة في التشخيص المختبري عمد أنسمير هذه الإجراءات تتمثل في التحقق الصارم من الكواشف المستخدمة في التشخيص المختبري من خلال إخضاعها للتقييم من قبل مختبرات معينة ومراقبة أنشطة المختبرات من خلال زيارات مفاجئة وتقييم خارجي لجودة التحليل وتحديد واعتماد مختبرات حسب الأقاليم من بين المختبرات المصرح لها لتلبية طلب المسافرين إلى الخارج وتتمثل الإجراءات أيضا في إلزام جميع المختبرات التابعة لإلابس باستخدام منصة المختبر الإلكتروني للوزارة فقط للإبلاغ عن نتائج الاختبارات ودعوة المسافرين إلى الخارج لاسترداد نتائج اختبارات كوفيد-19 عن طريق تحميل وثيقة الجواز الصحي الذي سيكون متاحا على البوابة الإلكترونية لكاحنا.ما وتشير وزارة الصحة إلى أنها ستواصل نشر جميع الوسائل اللازمة لضمان موثوقية وجودة نتائج شبكة مختبرات كوفيد-19 للمواطنين بالتنصيق مع الجهات المختصة وكانت وزارة الصحة قد وضعت منذ بداية الجائحة مجموعة من الإجراءات والأجهزة لضمان جودة التكفل بالمرضة بداية من تأكيد إصابتهم بالمرض إلى العلاج والشفاء كما منحت الوزارة الوصية في هذا الصدد ترخيصا لمجموعة من مختبرات البيولوجية الطبية بالقطاعين العام والخاص بربوع المملكة القادرة على الاستجابة لطلب المواطنين بالفحوصات التشخيصية لكوفيد-19 وفقا لمتطلبات دفاتر التحملات المعمول بها حيث تخدع هذه المختبرات بانتظام لعمليات تدقيق ورقابة من قبل لجان متخصصة من أجل ضمان مصداقية وسرعة الاستجابة لنتائج الاختبار المقدمة مع العلم أنه تمت معاقبة المختبرات التي لم تلتزم بهذه المتطلبات كما تعمل الوزارة الوصية على التصديق على الكواشف بعد التحقق من صحتها من قبل اللجنة الوطنية للكواشف التشخيصية المختبرية وكذا بتقييم سللي لأداء وجودة الاختبارات ولمواجهة مشاكل النتائج المتضاربة لاختبارات كوفيد-19 ناتجة عن أسباب مختلفة تعبأت وزارة الصحة بمعية الأطراف المتدخلة لتحقيق أكبر قدر من المصداقية للنتائج التي تقدمها المختبرات المغربية حيث تقرر اعتماد الإجراءات المذكورة في الأيام الثلاثة القادمة وينضم إلينا من الدار البيضاء البروفيسور مولي سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد-19 أهلا بك سيدي إذن سؤالي الأول ما هي أهمية الإجراءات الجديدة لضمان موثوقية اختبارات الكشف عن كوفيد-19 على مستوى المختبرات والحد من مشاكل النتائج المتضاربة لاختبارات كورونا أولا تنشكركم على الاستضافة وهذا موضوع مهم لاحقاش من فش بدات الجائحة وبلادنا دير الترتيبات ولوجيستيك عالية التي تشهد بها دول العالم المتقدمة وتنعرف بأنه الملايين دي الكشفات الدرد وفي هذا الصدد سنعرفه بأنه أي مختبر ولا أي شركة اللي عندها هاد الرياكتيف فهما تخضعوا لواحد الدفتر دي التحمولات وده باش دات وزارة الصحة معيات وزارة الداخلية وكذلك نيابة العامة وقال السلطات ودارت عدة تفتيشيات هاد تفتيشيات وصلات أنه الناس اللي ما كانوش محتار من هاد الانورم فاتخذت فيهم الإجراءات القانونية وهنا تنقوله بأنه هاد المشكل ديال هاد المرض راه ما يمكنش أننا تتعطى كشفات مزورة لحقاش أولا تتعطي واحد الاتقال هادك المريض الوركيوم مريض ويقدر يوصل حتة الإنعاش وهذا الشيء ماشي معقول تانيا إلا كان مسافر وطالع في الطائرة فيقدر يعادي الناس قاعد لكين انتم مائدا لهذا الأسباب ولي خطورة هاد الشيء فسلطات ديالنا قامت دايما تتقوم وده باش تدات التفتيش باش ما يبقاش هاد الشيء واتجهات الجميع على البلايس لا على البيع عبر الانترنت لا في المراكز ديال اللي بيع عليه برافارماسي لقروسيس تجهات لقاع البلايس باش توضع حد لهاد الشيء باش يكون أي حاجة تتبع تتبع بضوابط وتتبع باحترام ودفتر التحملات طيب بروفيسور هل هذه الإجراءات الجديدة يمكن أن تقطع الطريق عن المتلاعبين ومزورين نتائج التحليل الخاصة بكوفيد-19 واحنا تنعرفوا بأن هذه مشاعر في المغرب هذه في جميع البلدان وهناك ستكون عنده واحد الروح وطنية وخص حتى ذلك السيد ما يقبلش اللي غادي يقبل هذه النتيجة بحالها وكذا لما يدير التحليلة خصوته هو ما يقبلش هذه التحليلة الوعي هو اللي غادي يجعلنا أننا نوضعه حد ما يمكنش نوضعه حد إنما ما كانش الوعي والواحد ستكون وعا بأنه تعرض رأسه الخطر وتعرض رأسه العقوبات تتوصل حتى السجن وتعرض حتى الناس المحيط دياله للمحيط العائلي ولا في الطائرة والواحد يدير المسائل معقولة وقانونية باش يحافظ على صحته ويحافظ كذلك على الصحة ديال المحيط دياله للمحيط العائلي وكذلك ما يعطيش واحد صورة سلبية البلاد ورخصنا تكون عندنا كمة مثلا عندنا تبارك الله الناس اللي خدموا واللي مرموا قياني اللي أعطينا المثال ديال المنصف السلاوي ولا ديال الماشهور فرخص يكون عندنا هاد المثال ديال المغاربة أننا نمتلو أحسن تمثيل البلاد ديالنا وأننا نحتارمو المسائل القانونية والضوابط باش وإحنا خصنا نكون فرحانين بالمغربية ديالنا لحقاش بفضل التدخول الشخصي ديال صاحب الجلالة فاحنا الحمد لله وصلنا في 62% ديال الملقاحين بالجرعة اللولة و48 وده ببدأت حملا اللي مهمة ديال تلقيع ديال الأطفال ديالنا من أجل دخول مدرسي آمن وهذا الشير كله مهم إذا نخصن بقاوغدين فهذا المصار الصحيح باش ربي يحفظ بلادنا ويحفظنا جميعا وهذا شيء واللي تنتمنوا البروفيسور مولاي سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد 19 شكرا لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء مرحبا في مواكبتنا للاستحقاقات المقبلة نتوقف اللحظة عند لقاء التواصلي الذي عقده الكاتب العام لحزب النهضة بمدينة تازة حضرته مناضلات ومناضلي الحزب للوقوف على مدى استعداد الحزب للاستحقاقة الانتخابية المقبلة وخلال هذا اللقاء دع الكاتب العام للحزب إلى التعبئة الجماعية من أجل تحقيق نتائج إيجابية حسناء بن جابي ومصطفى الزاهري اللقاء التواصلي لحزب النهضة بمدينة تازة هدفه الوقوف على مدى استعداد مناضلات ومناضلي الحزب للاستحقاقات الجماعية الجهوية والتشرعية المرتقبة في شتنبر المقبل هذه مرحلة الشعر فعنا اليوم الشعار كفعبة حنوقت صغير فبالأطور والمناضلات والمناضلين والمرشحين والمرشحات والشباب الحزب عندهم إرادة قوية بشير في هذا التحدي فهذا المحطة الانتخابية المهمة وبالتالي تنقلوا بأن حزب النهضة سيكون حاضر بقوة في هذه الانتخابات وبرنامج الانتخابي هو برنامج واقعي بعيد عن الشعارات الرنانة بعيد عن الأرقام هو مجموعة من الأفكار للحكام التي تسطر مبادئ تدبير وتيش تعمل برنامج الانتخابي خاصة بالنسبة للمجلس النواب على عشرة محاور أساسية ويعمل الحزب على برنامج يترجم هموم الساكنة وتطلعات أبنائها ويشجع المرأة على المشاركة في صنع القرار وتولي المناصب السياسية تمشياً مع ما جاءت به المادة التعتاش من الدستور نحاوله كنساء أننا نجودوا العمل السياسي خاصة أن النساء النساء مع الأسف الشديد ما زل ما عندهمش دك الشجاعة الكبيرة باش يخوضوا غمار 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 الاستحقاقات الانتخابية قررنا بمعية مجموعة من المتقفين والمتقفات ومجموعة من الشباب اللي عندهم غير على هذه المدينة باش ندخلوا غمار هذه الاستحقاقات وكلنا أمل باش الساكينة مدينة تزاو تجاوب معنا يرهن الحزب على مشاركة شباب من كلا الجنسين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي يعتبرها الحزب ركزة أساسية لتعزيز بناء دولة المؤسسات وفي إطار بث تدخلات الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية تم خلال الفترة الزوالية لهذا اليوم بث تدخل حزب المجتمع الديمقراطي وقبل النشر الرئيسية سيتم بث تدخل الحزب الديمقراطي الوطني كما كان مقررا بث تدخل حزب القوات المواطنة لكننا لم نتمكن من التواصل مع إدارة الحزب وقبل النشرة الأخيرة سيتم بث تدخل كل من النهضة والفضيلة وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الوسط الاجتماعي أحرزت البطلة المغربية سعيدة عمودي اليوم الميدالية النحاسية في مصابقة رمي الجلة صنف F34 برسم دورة الألعاب البرالامبية بتوكيو المتواصلة حاليا بالعاصمة اليابانية إلى غاية خامس شتنبر المقبل وجاء تتويج البطلة المغربية بهذه الميدالية التي تعد الأولى للمغرب في هذه الألعاب عقب احتلالها الرتبة الثالثة مسجلة ثمانية أمطار وواحد وعشرين سنتيمتر وعادت الميدالية الذهبية للصينية زولينين في حين توجت البولندية لوسيانا كورون كورونوبيس دخل المنتخب الوطني لكرة القدم في تجمع إعدادي بمراكب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة استعدادا للمبارتين التي تجمعانه بمنتخبي السودان وغينيا برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 تفاصيل أكثر في تقرير خالد شخمان كل شيء رتب للأسود بمركب محمد السادس بالمعمورة ليكونوا على أهبة الاستعداد قبل موعدين همين شهية الأسود واضحة هكذا يبدو قبل منازلة السودان وبعدها غينيا ضمن جولتين أولى وثانية في الطريق نحو مونديال قطر 2022 تعد جدا بالعودة لصفوف الفريق الوطني بعدما جاورته في منتخبي أقل من 19 سنة فخور دائما بتمثيل منتخبي بلدي أمامنا مبارتين هامتين نطمح للفوز بهما قصد مواصلة باقي المباراة الإقصائية بحماس كبير وبمعنويات عالية الاستعدادة انطلقت أمزنا الاثنين وتستمر يومين بمركب محمد السادس بالمعمورة غدا الأربعاء حصة إعدادية تطبيقية بأرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط لا شيء يمنع أسود الأطلس من تحقيق تأهل مستحق لنهائية كأس العالم شرط التفوق على المنتخبة المنافسة هنا بالمغرب وهناك بملاعب المنافسين موسيقى بعد نهاية مباراة السودان مساء الخميس المقبل الجمعة تنطلق طائرة خاصة تحمل أسود الأطلس نحو كونكري لمواجهة منتخب غينيا في السادس من شهر شتنبير المقبل المنتخب الوطني ينافس ضمن المجموعة التاسعة مع منتخبات سودان غينيا وغينيا بساوة موسيقى إلى التذكير بالعنوين على بعد أيام من بداية الموسم الدراسي اليوم تنطلق رسميا حملة تلقيح الأطفال ما بين 12 و17 سنة عملية تهدف إلى ضمان ظروف صحية آمنة في الوسط المدرسي موسيقى وزارة الصحة تعلن عن إجراءات جديدة لضمان موثوقية اختبارات الكشف عن كوفيد-19 على مستوى المختبرات ولمواجهة مشاكل نتائج المتضاربة لاختبارات كورونا المنتخب الوطني يستعد لمواجهة المنتخبين السوداني والغيني ضمن تصفية مونديال 2022 بقطاب مشاهدين شكرا لكم على المتابعة وطابة أوقاتكم بكل خير موسيقى